أعلنت البطرياركية اللاتينية في القدس عن وصول شحنة مساعدات إغاثية جديدة إلى سكان شمال غزة وهي الشحنة الثانية منذ شهر أيار الماضي وتأتي هذه المساعدة في إطار مهمة إنسانية بين البطرياركية ومنظمة فرسان مالطة لتشمل مواد غذائية للكبار وأخرى مخصصة للأطفال والبالغين الذين يعانون من سوء التغذية بالإضافة إلى غيرها من الإمدادات الأساسية وقالت البطرياركية في بيان لها إن منظمة فرسان مالطة سلمت البطرياركية 40 طن من المواد الغذائية لتوزيعها على الأسر التي تقطن في شمال غزة وأشار البيان إلى أنه بعد الانتهاء من عملية تسليم الإغاثة الإنسانية الثانية بنجاح فإن التخطيط جار لتحديد سبل توفير الرعاية الطبية في المنطقة ذاتها